هنروح لدور المرتبط رجال لكرة السلة ماشيين كويس الحمد لله دورة المجمع الأولى انتهت بفوز الكبار والصغار المرتبط والكبير كانت المباريات كالقاتية كانت دسوق طلاع الجيش وسموحة الفريق كبير فاز في ثلاث مباريات وأيضا المرتبط اللي هو فريق 16 سنة موليد 2007-2008 سطاع أيضا نفوز في ثلاث مباريات وهقول لكم ايه الجميل في كده خليني بس استعرض معكم نتائج المباريات المباريات الأولى دسوق لأهل الفريق كبير فاز 85-43 على نادي الجيش المحترم طبعا انتهى الفوز على طلاق الجيش انتهى بالفوز 75-46 وانتهى طبعا بنهايتها متفوز على نادي سموحة 71-63 المرتبط أيضا فاز بنفس النتيجة لكن الجميل هنا في المرتبط ان الحقيقة جيل 2007 كان لم يوفق في سنه في 14 سنة مع سموحة ونفس الكلام بالنسبة لجيل 2008 كان سموحة متفوق منذ عامين في الجلين 2007 و2008 ولكن النهاردة لما ضموا الجلين على بعضه وكابتن اسلامي كيلاني طبعا المدير الفني لفريق المرتبط عمل شغل كبير جدا معه ومنهاردة المباراة في المرتبط طلعوا على سموحة في بعض الأوقات 18 نقطة خلصت المباراة حوالي 19 أو 10 نقاط ولكن في فترات وصل الفريق إلى 18 نقطة وسموحة طلع 4-5 نقاط وبعد كده يعني اصدق لكم ان المرتبط بعد ما كان في 14 سنة بيخسر من سموحة الآن في المرتبط بيقدر يفوز على سموحة بكل أرياحية لما 2007 و2008 برغم من فريق سموحة المرتبط محترم جدا 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 فريق كويس جدا وده الجميل في النادي الأهلي مستر أجوستي طبعا باصص على الفريق الأول بيشتغل معه ولكن عينه على قطاع الناشئين مستر دانيال رئيس قطاع الناشئين مود الجرحي إبراهيم الجمال كريم ضيف الحقيقة حاجة كوكبة من النجوم اللي هتقدر ان شاء الله بشكل كبير تكمل مسيرة اللي قبلهم سواء كابتن سيد صبر أو كابتن دكتور النمر أو كمان قبليهم كابتن طهر رجب طبعا يعني الخبرة الكبيرة اللي استطاع أنه يقدم مجموعة كبيرة من الناشئين حاليا